موسيقى بنخلي المسئولية عنها وهي الولاد الموجودين في بيوتنا بنوديهم مدارس وبنصرف عليهم فلوس هما دول بيتربوا هما دول في حد مسئول عن تربيتهم الاب والام خالوا عيديهم من زمان وقالوا احنا مش فاضين احنا بنودي احسن مدارس احسن اندية المفهود ان هما كلهم بيشاركوا في التربية والاعلام كمان بيلعب دور طيب نروح للجامعات يقولك احنا تابع وزارة التعليم العالي احنا مش تربية وتعليم تروح للإعلام مهموم بمشاكله تروح ليه الاندية يقولك احنا بنكلم في الرياضة وبيناش اندية اجتماعية المهم في النهاية هل هناك حد مسئول منوط اليه تربية الابناء عندنا المجتمع من قسم الى قسمين قسم اللي هو كامدولا كرام او صفة المجتمع اللي بصرف عليهم ملايين عشان يتعلموا ومدخلينهم مدارس متصورين ان الفلوس هي البتربي متصورين لما دخل احسن مدارس واني ولادي ما فيش الكلمة عربية يبقى انا كده ضمنطن والذي يتربوا تربية كويسة والناس وممكن يسبوغ شعرهم ويعملوا تاتو ويلبسوا حلقان ويبقى فيه الدل حصان او كدو الشفار زي ما بيقولوا ونروح حتى للطبقات الفقيرة الناس الغلبانة برضو عندهم مشاكل في تربية ولادهم وبالتالي بتشوف برضو سبغت الشعر بقى برطواني وموف وروز وبتلاقيوا حلقان وبتوقع حاجات غريبة جدا النهاردة بنتكلم عن تربية الابناء ما هي المعوقات الحقيقية التي تتقف امام تربية الابناء هل الفلوس واحدها تكفي هل لما انا اجيب لبنتي عندها سبع سين جزمة او حزاء او شوزة او اي مصطلح يعني للحزاء ده بسبعة وثلاثين الف جنيه هلانا كده ده منطلها السعادة النهاردة بنقى شزير قضية مع اب من الاباء الموجود في المجتمع وفضيلة الشيخ عبدالأزاري من العلماء الأزر الشريف عشان يكلمنا كأب في المداية وكدعية اسلامي في هذه القضايا الخطيرة اوعى تفتكروا ان بالفلوس تقوموا بتربية الابناء الشيخ عبدالأنا عارف ان القضايا خطيرة محتاجة حلقات وحلقات ولكن انا المهموم بجد بهذه المشكلة مين المسؤول عن تربية العيال في النهاية مين المسؤول ربنا عحسب مين هو الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته كلنا مسؤولين من أول الأب ومن أول الأم الذي ينبغي عليه أن يختار أم صالحة لأنها ستشارك في تربية الأبناء المسؤولية في كل تفاصيل الحياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول خير كسب الرجل ولده يعني أفضل مشروع أنا أقدر أخرج به من الدنيا هما الأولاد اللي هو الاستثمار يقول لك بستثمر في ولادي بستثمر في ولادي لأنه هما الامتداد للعمل الصالح إذا مات ابن ألم انقطع عمله إلا من ثلاثه منها ولد صالح صالح يدعو له يعني إذن الأب والأم مسؤول عن أو ربنا هنحزبه عن تربية الأبناء ساحنا عندنا مشكلة فضل إحنا أنا في تصوري أن الجيل الحالي من الآباء والأبناء هو أكثر جيل مظلوم في تاريخ الإسلام الضغط شديد والفتنة عظيمة جدا الضغط ده بمنطلق إيه لأنني هنا هل من ناحية المادية هقول لك لا أن المشكلة للأسف الشديد طيلة الجانب الصفوة أو صفوة الصفوة والطبقات الكادحة يعني أنا عندي عندي الاتنين عندهم مشاكل في تبيته أنا ما أتكلمش على الضغط المادة بس أتكلم على الفتنة اللي موجودة الموبايل دلوقتي بقى فتنة مين دلوقتي يقدر يسيطر على ابنه في التربية بنسبة 100% لا يوجد زمان لما كنت تلاقي ولد ماشي في الشارع بيتكلم بطريقة معايا تقول ده ابن فلان ليه بيتكلم زيه شارب التربية من أبوه بيستخدم نفس المفردات نفس لكنة الصوت أجل يا شيخ عبدو ما إحنا كاب نيخلي المسئولية يعني أنا أقول أبو الأم ليقول إيه ما أنا مش بو ربي الوحدي ما هو السوشيال ميديا ما هو الإعلام ما هي المدارس يعني أنا أشكبه لك نبدأ كده من المسئول في الأول المناطق ليه التربية فعلا الأب والأم طب بعد الأب والأم هم المفروض يعملوا إيه يعني أنا بس الأب اللي ساب ابنه يوزبخ شعره وعلى فكرة ده في كل الطبقات اللي ساب ابنه يعمل تاتو ويلبس دمه قطعة هل ده مسئول وحيتسأل ولا ده اللي يقولك لأ دي موضة بقول لحضرتك احنا جلست مع أحد الخبراء التربويين قال لي زمان كنا بنقول مرحلة الطفولة الرضاع والطفولة وبعدين مرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة دلوقتي بقت الرضاع طفولة مراهقة وبلوغ الأولاد بقى بقى عندهم أعراض المراهقة قبل ما يكون عندهم دافع جسد ليه بسبب الكم الهائل من المعلومات والكم الهائل من الفيديوهات والكم الهائل من الثقافة التي تعرض على عقول الأبناء طيب احنا دلوقتي بنقول ان المسئولية مسئولية الأباء والأمهات في المقام الأول مين من الأباء والأمهات اللي قاعد مع أبنائه 24 ساعة مش موجود زمان كان فيه ضغط مادي بس ما كانتش الفتنة موجودة في كل بيت وفي كل غرفة ويقدر الولد يقفل على نفسه ويبقى معاه الانترنت بيوصله لكل مكان فلذلك أنا بقول لحضرتك الأب والأم في ضغط مش عارفين يتصرفوا والأولاد عندهم وعي بحاجات برضو أرجع تاني في ضغط بمعنى إيه يعني الأب اللي شاف ابنه سابق شعره أنا يا جماعة أرجوكو أنا بلوم الأب والأم اللي سابيني عيالهم بيسبوغ شعرهم موفو روز برتقاني بيلبس حلقان عمر دياب لبسه بس ده مش معنى أن أنا ابني يلبسه السلاسل الملبوسة بقى فيه خلل خلل والله بص يا دكتور الأب قاعد شايف ابنه نازل كده معلش بس هي ده مظاهر مش هي الأخطر المظاهر الأخطر نجي بتنم عن الانسلاخ من العقيدة يعني أنا ابني يا فندم لما يسبوغ شعر ويلبس حلق ده شكل خارجي ولكن ينم عن الشخصية بداخل أنا بقول لحضرتك بقى انسلاخ من القيم والمبادئ انسلاخ من العقيدة من الأعراف الاجتماعية حابقنا نشوف كمية ملحدين بشكل كبير جدا لذلك إحنا بنقول الأباء والأمهات عليهم ضغط شديد ولكن ده بيزود المسئولية الأخلاقية بإيه اللي سمح ان ابنه يسبوغ شعر ويلبس حلق على فكرة أنا هقول لحضرتك الحاجة ما فيش أبو بيسمح بكده بس في الآخر بيقف الآباء عاجزين بسبب تقصرهم في مرحلة الطفولة انه هو يشرب ابنه الثقافة الدينية السليمة من منبعها الصافي انه هو يبقى فيه علاقة مودة ومحبة بينه وبين الأولاد يقدروا يسمعوا كلامه بعد كده انه هو يكون قدوة بالنسبة لهم فيقتدوا به في حياتهم انه هو يقوم بدور الأب الحقيقي يعني هيك فإذا غابت دور دا في مرحلة عمرية معينة في البداية في البداية هو بعد كده حيفقد السيطرة وكل ما الولد بيكبر ويشتد عوده عنده استقلالية في حياته خلاص أنا هسيب لك البيت وامشي واخد بحرات وحيسيب البيت ويمشي يروح فين ما دي نقطة مهمة يعني أنا استقلالي امتى ما هو الولد قاعد في البيت واكل الشارب نايم بياخد مصروفه من أبوه وأبوه ملزم به لغاية ما بقى عنده خمس وعشرين سنة النهارده طيب أهلا استاذها بستاخد أول صلات ديفوني في حلقة السرعة من هناء ونرجع تاني نقول رسال للأب والأم اللي سامحين بولدهم بهذه الصورة بهذا السلوك بالألفاظ السوقية اللي بتتقال وسعب نسقف لهم دي أمسوطين منهم يعني معي أستاذ هناء أهلا بيك أستاذ هناء اتفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدالله بس أسأل فضلة الشاخ فضلي آآ يعني رأي الإسلام في الحمث اللي ساقية مرات ابنها المر من يوم ما تجوزت لي يا بنتي متجوزة فعالة وحمتها بتعملها أكثر معاملة وبيتأذيها بكل الطرق وبتعمل لها أعمال وبتعمل لها طب أستاذ هناء بنتك متجوزة بقى لها 10 سنين بقى لها 10 سنين وهي من يوم ما تجوزت من يوم ما تجوزت وهي بتعملها أكثر معاملة ليه متعرفش السبب جوزها هو يعني شوية شرط أمه بيسمع كلام أمه هو وحيد يا فندم وحيد أبوه له أخ تاني له أخ تاني الأخ تاني متجوز متجوز وطلق مراته ورجع تجوز تاني طب يعني في الحالتين حمت بنتك برضو تعمل ده أه وطفشتها أه طفشتها تمام طب وبنتك بقى مدى كده عليها عاشتها وبتعملها أعمال بنتك وقفت كم مرة على الطلاق ونسط طيبين زي حضرتك كده بقوا يعملوا أعدات ويصالحوها وهي الوقت معها مخلفة بنتي وولا وعيشة عيشة وحشة وكل أي تصرف تعمله تينكد على وتعمل معها أهم حاجة بقى جوزها أخبار جوز بنتك إيه في اللي بيحصل ده ساعة يميل وساعة يبقى معاه عايشين في بيت واحد يا فندم وصدعت وصدعت طيب السؤال هنا إيه؟ هل أنت عايزة نوجه رسالها رحمات بنتك ولا أن نحن نشوف حل تاني؟ أه نشوف حل يعني نشوف حل برضه للزوج إن هو يشوف مراته مراته عيشة معاه بما يرضي الله وبتعمله أحسن معامل اتكلمت مع جوز بنتك أه اتكلمت معاه ووصلت معاه لكل الطرق وياخد من هنا ويرمي من هنا مفيش في دماغه حاجة السؤال هنا إيه؟ هل أنت مسلا بتتكلمي بتقولي بنتي وافت على الطلاق ولا لأ؟ أيوة آه عايزة طب بنتك لما تتطلق حماتها دي يعني رأي الدين فيها آه؟ نصفر عليها ولا طب بنتي تتطلق أخرى طب بنتك لو بعدت عن السكن ده في منطقة بعيدة برضو آه دي الحاجة اللي إحنا وصلنا لها آخر حاجة وهو مش موافق هو مش موافق مش عايزة تبعد عن أمه لأ وانتي بنتك عايزة تنفصل وتبعد عنه علشان هي عايزة تتعيش معه بما يرضي الله آه في مكان تاني يا أستاذة هناء يا حاجة هناء نعم دلوقتي هي عايشة في بيت لوحدها وحماتها عايشة في البيت اللي أصادها آه يقصب بعض أي تحركات؟ آه دي عيشتها لوحدها ودي عيشتها لوحدها أيه طيب هي ليه بقى ما تأثرش مع حماتها وتمنع التواصل معها هي هي اللي بتجرجر حماتها اللي بتجرجر ما إحنا لو إحنا قاعدين في حالنا وسدين ودالنا وعملين نفسنا مش من هنا وما بتسمعش اللي هي بتقوله وقعدنا في بيتنا وخلاص إيه المشكلة؟ ده عيال بيشتاقهم ووقفين قصادها في البلقانة هي بقى تساعة ما تقوم طلبها ابنها تقوله تعالى اضرب العيال وعاكم عليهم وعملين هاي صب البلقان طيب أستيجة هيناء أنا بشتور جدا بشان الوقتنا مش هنزل ندخل قاعد في التفاصيل بس هي في النهاية فكرة إلحمة النقطتين يعني هي الإلحمة دلوقتي يعني وجلها رسالة والرسالة التانية هل لو انتقلت جزء مش عايز يبيت عنها فتشاف الحال هو أنا شايف إن المشكلة حلها مش صعب وخصوصا إن احنا مش قاعدين في بيت واحد يعني ده بيكون المشكلة كبيرة جدا لو في نفس العمارة لا مش فكرة لو في نفس العمارة لو عشتنا واحدة بناكل ونشرب مع بعض بنشغل البيت مع بعض مجبرة إن هي تروح تخدمها وتنظف لها وتعمل ففي احتكاك مباشر طول الوقت فده أمر لا يطاق لو هي بالحالة دي بتنصحة في الحالة دي تاني في الحالة دي أغلق عليك بابك خلاص أنت عايشة في حياتك هي بقى بتتصل بابنها تعالى نكد على عيالك أو اضربهم أو اعملهم هي بهدوء تحاول وحدة وحدة إن هي تفصل نفسها ما تتفعلش مع المشاكل بتاعتها لأنه قد يكون غير قادر تحاول تقصر يعني تقصر طب رسالة بقى للحمى اللي بتسيء معاملة مرات ابنها تقولها هو رسالة أي حد بيصيء معاملة الإنسان الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم شوف النبي الكريم يقول لنا كده ما نستطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ما فيش في الإسلام حاجة تقول إن أنت تدايق الناس أو أن أنت تجرح مشاعرهم أو أن أنت تأذيهم أو أن أنت تضرهم أو تنكد عليهم حياتهم فأنا بقول لها اتقل الله عز وجل وممكن أن أنت على أعتاب الآخرة فورسالة لكل واحدة عندها بنت من بناة الناس وأنت هيبقى عندك دي أمانة ومكن تتردلها آه وده بترد والله وبنشوفه كلنا في بأعينة في الدنيا فهيك هنا بتقولي الظلم عشان ممكن يبقى العكس كمان يعني 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 ممكن يبقى عندك بنتك برضو حماتها تطلع عينيها زي ما هيك بتمتهمة بدا ففكرة إن فضلت الشيخ قالك يعني إيه بقى للإنسان وسع المسألة ورسال الرحمة للإنسانية كلها يعني عموها نحن دائما من خلال الدنيا ودين بنقول حلقة وصل إيجابية ما بين الدنيا والدين إزاي إن احنا من خلال تعليم الدين نهن إيش حياة سريمة وصحيحة ونحن دائما بنتكلم عن حتى موضوعنا النهاردة تربية الأبناء بنتكلم على ديننا بيقول إيه وكان سؤالي لضيف الكريم ربنا هيحاسب مين عن تقصيره وفي مسؤوليته تجاه تربية الأبناء والشابر الموجود في المجتمع دائما نروح للجزئية لاحق دائما بنخطب بيها قلوب حضراتكم وبنتكلم على المسجد محتاج يتم استكمال وقارة المسجد السلام بقارة السلام بكيرنس بلد أهلية هنروح سانيا عند التقرير لهذا المسجد ورجعين من كمين مع حضراتكم ونشوف دورنا إحنا في عامات الاستكمال دي إيه هنشروح للتقرير ورجعين من كمين مع حضراتكم فتكون معنا حتى النهائي من هنا من مسجد قرية السلام الكبير بمركز دي كيرنس محافظة أدقهلية هذا المسجد الذي يخدم ما يزيد عن ستة ألاف نسمة ما شاء الله المشهد عظيم جدا على مساحة 750 متر ما شاء الله تبارك الله يخدم أهل المنطقة بجوار المسجد مدرستين ما شاء الله تبارك الله يعني كمان الطريق العام يستفيد كل المارة وكل الغادين والرائحين على هذا المكان المبارك إذن أنت أمام كنز من الحسنات أمام قلعة من قلاع الخير وقلاع البر وأمام مؤسسة إسلامية حقيقية تخدم بفضل الله تبارك وتعالى الرجال بمصلى الرجال والنساء بمصلى النساء مستوصف طبي إن شاء الله ومكان لتحفيظ القرآن الكريم دائما وأبدا حينما نتحدث عن المجمع تفهم أن الأمر يحتاج إلى تكاتف كل الجهود لماذا؟ لأننا نقف الآن في مرحلة يعني بسم الله ما شاء الله شوف بس الخرصانات كده اللي موجودة في المسجد شوف الوجهة بتاعت المسجد وجمال الوجهة والشكل المعماري الرائع الذي يعيدك إلى تاريخ الحضارة المعمارية الإسلامية القديمة كل مكان في هذا المسجد ما شاء الله تبارك الله حتى الأعمدة معمولة بشكل يعني فني وهندسي فوق الرائع بسم الله ما شاء الله حضرتك لما تشوف المسجد كده في الواجهة والمقدمة والمدخل بتاع المسجد هتلاقي الخشب حتى بسم الله ما شاء الله معمول بشكل فني وهندسي يدرس إذن أنت أمام مسجد غير عادي ومجمع إسلامي غير عادي طبعا أنا مقدر جدا جدا لما بنبقى في قرية من القرى بيعني يصرفوا كل اللي معاهم وبيتوقفوا في مرحلة من المراحل زي ما احنا شايفين دلوقتي كده العمل الآن يعني أصبح يعني على شفى التوقف لماذا؟ لقلة الموارد المالية ولذلك كانت هذه الاستغاثة وهذا النداء إلى كل أحبابي الفضل وكل أهل الخير وكل المسارعين في البر وفي المعروف أنه تعالى حضرتك بنفسك ويشوف المكان العظيم ده الحصالة الرائعة الاستثمار الرائع مع الله سبحانه وتعالى التجارة التي لن تبور يا أيها الذين آمنوا النداء للمؤمنين المؤمن ينتبه الآن هل أدلكم على تجارة كلام عن تجارة؟ آه بس تجارة ترضي الله سبحانه وتعالى تجارة ما فيهاش غش تجارة ما فيهاش خسارة تجارة كلها ربح كلها فضل كلها خير هل أدلكم على تجارة تجارة تنجيكم من عذاب أليم يعني فيه تجارة تنجيك من عذاب أليم تعطيك الأمان من النار قال لك أيها اسمع كذا الجواب تؤمنون بالله ورسوله وبعدين آمنت بالله وآمنت برسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله وبعدين يا رب قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الإنسان خلقة الله سبحانه وتعالى وخليفة في الأرض يخلف بعضهم بعضا ربنا لما يقولك ذلكم خير لكم اعرف إن الخير كل الخير إنك تستمع النداء وتنفذ النداء فورا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لأن الإنسان لما يطلع من جيبه في سبيل الله في بيت من بيوت الله معناه أنه تغلب على الكثير من المعوقات أعظم الصدقات وأوفاها أجرا وأعلاها قدر عند الله سبحانه وتعالى التي تخرج من جيبك وأنت في حاجة إليها وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقولك يقولك عن هؤلاء الذين قد يعني اتقوا شح أنفسهم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون مين قال دلوقتي؟ أنا يا رب من المفلحين إن شاء الله أنا يا رب من الصادقين والمعمرين لبيوت الله يرضيك بيت من بيوت ربنا بهذا الشكل بهذا الشكل الجمال العظيم الرائع يتوقف العمل فيه عشان محتاجين شوية رمل وشوية حديد وشوية أسمنت وشوية زلط يرضيك إن بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى متوقف عشان بعض الماديات اللي نقدر نساعد بيها إن شاء الله المقاول اللي شغال والعمالة اللي شغالة العمالة اللي بتتبرع بنص أجرها علشان وربما كثير من الناس يتبرع بأجره كامل علشان بس ده بيت ربنا سبحانه وتعالى ورين همتك أرجوك الأرقام على الشاشة الآن أرجوك بادر وساهم واحجز مقعدك في الجنة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونلقاكم يا رب على حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسقين من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاتك مال وسلم سلام تمام على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاسي كل معلوم لك والحمد لله رب العالمين الشعور باستعادة والفخر وأنا بشوف هذا الصرح الإسلامي العظيم يعني حاجة تشرح القلب وحاجة تسعد الوجدان إن إحنا قدرنا نساهم في آآ تأسيس هذا العمل العظيم زي ما تشايفين حاجة كده طليق بينا كمسلمين ونقول ده بيت من بيوت ربنا على الأرض ولكنه حتى الآن لم يتم استكماله ممكن اللي بيشوفه من حضراتكم يقول طب إيه كانت لازمة الجمال ده أو الفخامة دي ما كانت بيت من بيوت ربنا وهم كتير نعمل حاجة بسيطة على قدنا وكان زمانه خلص ولكن أنا برد على ده بخبرتي بقى اللي موجودة في المساجد اللي إحنا دايما بنعملها عملية أحليل وتجديد بيقع مثلا بقاله 50 سنة 70 سنة يقول لك إنه لم يتم تأسيسه تأسيس سليم وبالتالي تم انهياره والبنية الأساسية بتاعته بسرعة علشان كده بنحاول دايما في المساجد الجديدة تنشأ بشكل وعلى أساس متين يسمح بيبقى عمر الافتراضي بتاعه فترة أطول فترة ممكن فضلت الشيخ دوقتي هنشوفني هذا الصرح وهي كنت متأثر جدا جدا وحن نتفرج عليه وبتقولي أنا منباهر بالرسم والضخامة دي ولكن جواه كنت بتقولي جواه حزني عشان لم يتم استكماله إزاي ممكن نكمله ومن المسؤول عن عملية الاستكمال دي يا أولاد هو إحنا شوف إحنا بنتكلم عن بناء المسجد وبنتكلم عن معضلة اجتماعية موجودة وهي تربية الأولاد ويمكن دلوقتي إحنا في بداية عام دراسي وكل البيوت عندها أولاد انتقلوا من مرحلة لمرحلة اللي كان في ابتدائي دخل إعدادي واللي كان في إعدادي في سنوي واللي لسه أول سنة دي في الجامعة واللي حتى في المراحل التعليمية انتقل لمرحلة أعلى واللي لسه أول يوم ليهم في المدرسة السنة دي يعني كله مجمول بالدراسة كله مجمول بالدراسة وكله مركز مع أولاده إحنا عايزين بقى نقول جزء كبير جدا من التربية العمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى في صورة الكهف لما أرسل سيدنا موسى وسيدنا الخضر علشان يروحوا القرية ولقوا فيها جدار يريدوا أن ينقدر فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليها أجر قال هذا فراقه بيني وبينك بعدين سيدنا الخضر بيشرح لسيدنا موسى هو ليه بنا الجدار ده وما خدش عليه أجر بالرغم أن أهل القرية مرضوش يدوهم طعام وشراب قال وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِيْ يَتِيمَيْنِيْ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا يمكن حارك بتسأل سؤال مهم جدا مين المسؤول عن تربية الأولاد رقم واحد وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا سيدنا عبدالله بن مسعود كان بيصلي ويشاور لابنه وقول هذا من أجلك أقيم الليل من أجلك أصلي من أجلك أتصدق من أجلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا دائما الإسلام بيقول لنا أن التربية مش كتير بتكون بالعلم ولا بشطارة الإنسان التربية تكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نعم بشوفنا سيدنا نوح ابنه كان إيه؟ كان كافر وسيدنا إبراهيم أبو كان كافر فخرج من ظهر الكافر مؤمن أبو الأنبياء وخرج من ظهر المؤمن ولد عاصي كافر طب اللي هنا بقى الدرس إيه بقى؟ يعني خلاصة دا إيه بالله إحنا بديتكلم في النهاردة ودور المسجد إيه بقى في التربية دي؟ دور المسجد في حاجتين الحاجة الأولى أن إحنا كمؤمنين بالله عز وجل خايفين على أولادنا نروح للمسجد روح للمسجد روح للمسجد وهو بيتبني ساهم فيه بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك أبنائك ويربيهم لك قول يا رب ربي لأولادي وأنت في إيدك إيه تعمله؟ أن الوضع اللي إحنا فيه وضع في غاية الصعوبة رقم اتنين أنا أعود ولادة على المسجد والمسألة مسألة تعود مسألة تعود زي الصلاة زي واحد كده قعد مع ابنه وقال له يا ابني لو أنت روحت مكان وتهت روح للمسجد أول ما تتوه تروح فين؟ الجامعة الجامعة لو إحنا روحنا المصيف وتهت اسأل على إيه؟ الجامعة على الجامعة لو روحنا سافرنا مكان بعيد وتهت اسأل على الجامعة بعدين عدت السنين والولد الجوز وكبر وعايش حياته وبابا رح يزوره وعنده أولاد بعد ما يتغدوا كده هم مع السفرة قال له يا ابني لو توهت روح لإيه؟ الجامعة الجامعة قال له يا حاج بس إحنا إيه؟ كبرنا خلاص قال له يا ابني التوهان وإنت كبير أصعب من التوهان وإنت صغير التوهان في الفكر في قلة الحيلة في ضعف الإنسان اللي مش قادر يتصرف فإن أحيانا يجينا اتصالات من بعض الأباء والأمهات يقول لك أنا مش عارف أعمل مع ابني إيه؟ أنا مهموم بالليل بينام كده دمعته على خده أو دمعتها على خدها علشان خطر ابنها أو بنتها مش عارفين يتصرفوا روح المسجد هيك برضو بيأكد الكلام ده أنا لسه في الواحد مش شوف التقرير بقول لما ولنا ما هو النسل ونتكلم عنهم حطيرك ما بتشوفهمش لأن انت لا بيجو الجامع ولا بتقبلهم في المجتمع البداياتهم فسبحان الله بعديها عطول ضيفي قال إيه؟ لا يعني ودي ولادك الجامع لما تود ولادك الجامع فاضلتي شيخ هيقابلهم هو وأمثاله فحيلاقوا اللي يقول لهم كلمة طيبة موازحة حسنة يعني ده رد على السؤال وتبقول لك بالفاصل انت بتشوفهمش بس لو دخلوا لك هتحل المشاكلهم ومش بس كده احنا عندنا الأعمال الصالحة بقى بتنجي الإنسان يعني التلاتة اللي اتحبسوا في الغر عملوا إيه؟ قالوا كل واحد يدعي ربنا بعمل صالح لأن كتير جدا من ناس يقول لك أنا بدعي ربنا ما يستجبش لما تيجي تدعي ادعي ربنا بإيه؟ بعمل صالح ادعو الله عز وجل بعمل صالح يعني روح ساهم في المسجد بنية أن يستجيبه الله الدعاء ساهم في المسجد بنية أن يغفر الله الذنب ساهم في المسجد بنية أن يصلح الله الأبناء ساهم في المسجد بنية أن يذهب الله عنك الحسد ساهم في المسجد بنية أن يشفي الله عز وجل أمراضك فبنقول للناس دايما الأعمال الصالحة تيسر الأمور زي التلاتة اللي تحبسوا في الغر نعم دعو ربنا سبحانه وتعالى هو في ضيق شديد ظروفك صعبة ظروفك صعبة الدنيا شد عليك شوية تصدق ده لما عيش فلوس تصدق ربنا بيقول لك كده عبدي أنفق أنفق عليك يعني ده بعكس الناس فهمها الناس يقول لك هستديني النهاردة مزنوقة ما تفرج كما أقول لنا العكس ده بالعكس لما تبقى الدنيا عندك مزنوقة تصدق الصدقة دي بتعالج المرضى كمان وبتدي يعني دركة في الفلوس وبتحل الأزمات الصدقة كلها خير سبحان الله وباب من أبواب الجنة اسمه باب الصدقة كان لنا زميل كان يعني بيشتكي ليه ظروف الحياة والدنيا صعبة والفلوس والجمعيات وما إلى ذلك وبعدين لقيته بتتصل بيه قال لي أنا عامل كده عزومة لبعض المشيخ فتيجي تشرفنا وكده ورحت ولقيته يعني ما شاء الله أكرم الناس يعني فخدته على جنب كده وقلت له أنت بقى لك يومين بتقول لي مش عارف كذا قال لي ما أنا متعود لما الدنيا تضيق أطعم الصالحين الناس اللي بتوسم فيهم الخير أعمل لهم أكل كده وجمعهم قال لي وسبحان الله والله ما حصلت مرة إلا ويأتي الفرج بعدها منين؟ دعاء بقى ويرزقه من حيثه لا يحتسب الإنسان اللي بيعود يحسبها واحد زائد واحد يساوي اثنين ده إنسان غاب عنه مفهوم الإيمان ليه لأن مفهوم الإيمان واحد زائد واحد زائد الإيمان واليقين في الله يساوي سبعماء الضعف تمام فكلما ضاقت هناك مفاتيح للفرج هناك مفاتيح للرزق من ضمن مفاتيح الرزق قيام الليل صلاة الفجر الاستغفار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة والجزاء من جنس العمل فالإنسان اللي بيروح وانت راح فين بقى؟ بيت الكريم سبحانه وتعالى فانت راح في أفضل مكان يسر الله عز وجل به الأمور نحن ديست ابني كام على أفضل مكان وبلا شك أفضل مكان هي بيوت ربنا وأعمار بيوت ربنا نحن شوفنا مسجد السلام يعني خلاص كان فيه الأساس موجود ومحتاجين عملية استكمال لأن عندي كمان عملية إحلال وتجديد لمسجد الفتحة بالولاد سقر وحفظة الشرقية لا ده محتاج عملية أصعب ومحتاج إن هو يتم إزالته يمحتاجين إن احنا مصاريف في الإزالة وفيه خفر وفيه الأساس وفيه البناء هنروح سينا لتقرير لمسجد الفتح بولاد سقر محافظة الشرقية وراجعين من كمان مع حضراتكم إزاي نكون حلقة وصلنا بين الدين والدنيا موسيقى 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 مفيش أجمل من إن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لحضرتك حد يساعدك في أي أمر أنت محتاج وفي حاجة في مشكلة يخلصها لك في طلب أنت مش قادر تنجزه في حد ينجزه لك لكن لما تلاقي بقى حد ربنا مسخره لبيتي من بيوت الله سبحانه وتعالى يجري ويتكلم ويناشد ويبحث هنا ويخاف على الناس ويدور الكلام ده أنا شفته من أول وهلة حضرت إلى قرية سمعان الكبيرة في مركز أولاد سقر محافظة الشرقية فخونا الكريم والعزيز الأخ محمد عيد من الناس الجميلة اللي من أول ما حطيت رجلي في هذا المكان وفعلا لمست فيه هذا الصدق وهذا الحب لفعل الخير السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أنا سعيد جدا بمقابلة حضرتك والحقيقة لما وصلتنا لاستغاثات من هذه المنطقة المباركة وهذه القرية الكريمة جئنا على وجه السرعة مع مؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لنرى احتياجاتكم للمكان أنا الحقيقة اللي شفته في الفيديوهات اللي جات لنا ما يجيش واحد من ألف أو من ملكون من اللي شفته على أرض الواقع أنا شفت حوائط متهدمة كل مكان في المسجد حرفيا زي ما بقول لحضرتكم ممكن أحط إيدي على العمود أو أقع الخرصانة اللي فيه ممكن أحط إيدي على أي مكان في المكان بإيدي أنا ممكن أنزل الخرصانة اللي فيه ولذلك حضرتك قلت لي أن بالفعل المسجد جاله غلق لخطورة فتح المسجد على المصليين تمام بداية كده بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل المسجد يعني رسائل معينة كده بنحب نوصلها لكل فعلي الخير المسجد عمره أكتر من 120 عام مبني المسجد على مساح صحنه صحن المسجد 20 في 20 يعني 400 متر ده خلاف الحمامات أعزكم الله خلاف مساحات أخرى تحيط بالمسجد من جميع النواحي لو فيه قدرة مالية إن شاء الله من فعيل الخير هنضيف هذه المساحات لصحن المسجد إن شاء الله قد تصل مساحته إلى 700 متر أنا عاوز أقول لحضراتكم حاجة ال700 متر دول برضو مش هيكفوا ل8500 نسمة اللي موجودين في القرية لكن هيبقى فيه أمان وهم بيصلوا متطمنين كل أخ وأخت فاضلة وفاضل من أحبابنا اللي شايفيني دلوقتي لو عاوز تعمل صدقة جارية لوالد كريم حي أو ميت هي هنا في هذا المكان هنا رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل هنا المغفرة هنا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يقرأ فيه القرآن يصلى فيه الصلوات التراويح صلاة الجمعة صلاة العيدين متخيل إن القرية دي كلها ما عندها شغل المسجد ده يا رب ألاقي دلوقتي كل الاتصالات أقول أنا معاكم خليك يا رديدي هتتبرع بطن حديد خليك هتتبرع بطن أسمنت خليك هتقول أنا جايب كل النجارة إن شاء الله بس بداية المسجد ده محتاج حاجة مهمة جدا محتاج إن احنا نهد المكان تماما ونقوم على أساس سليم لأن احنا لو رفعنا ما شاء الله سبعمية 800 متر في المكان ده وأنا متأكد بفضل الله لو فيه إمكانيات وفيه تبرعات من حضراتكم أنا متأكد إن أهل المنطقة القرام مستعدين زي ما سمعت منهم يتبرعوا بأراضيهم وبيوتهم بس يكبروا المكان ده عشان يكف الناس اللي بتمشي ثلاثة كيلو ونص عشان يروحوا الأقرب مسجد برضو اللي بفضل الله بتقوم على رعايته مؤسسة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه والله العظيم لما بننزل المكان بنتحرى الصدق والأمانة والإخلاص وفعلا احتياج المكان ولا مش محتاج فعلا أقولها لله وما شهدنا إلا بما علمنا هذا المكان كنز حسنات ربنا سبحانه وتعالى ساقه إلينا إن شاء الله عبر مؤسسة سيدنا عمر ابن عبد العزيز الأرقام على الشاشة أرجوك أرجوك أنا محتاج ملايين الاتصالات أرجوك لو لقيت رقم مشغول ما تيقاس اتصل مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل لهدفك لإني يبقى ليك مكان في الجنة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ربنا الله يبني لك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من أنفق وكل من تصدق وكل من ساهم في رفع قواعد هذا البيت مرة أخرى إن شاء الله وأنا على يقين إن إحنا إن شاء الله بإذن الله زي ما كنا في مسجد عمر بن الخطاب قعدنا ستين يوم بفضل الله وتهد المسجد وطلعت الأسس مرة تانية والبناء وستين يوم تانين وتبانى بفضل الله اتحط السقف بتاعه إن شاء الله أنا عندي يقين إن شاء الله مسجد الفتح في قرية سمعان الكبيرة الأرقام قدامك على الشاشة عايز تيجيب نفسك تشرفنا أهلا وسهلا إن شاء الله بإذن الله قريب نحتفل إن شاء الله ببدء العمل ووضع حجر الأساس في مسجد الفتح بقرية سمعان الكبيرة في أولاد سقر محافظة الشرقية أرجوك اتصل بسرعة وبادر وساهم واحجز مقعدك في الجنة المشوار أصعب يعني المسجد السلام اللي شفناه في التقرير الأول كان عملية البناء تقريباً يتم استكمالها يعني فضل حاجات بسيطة في التشتباط كانت المشكلة الأساسية التشتباط إنما المشكلة هنا زي ما تشايفين هذا المسجد آية للسقوط غير صالح أساساً أو غير آمن إن المصاليين يصلوا فيه الوضع صعب جداً هو المسجد وهذا الموجود في القرية وبالتالي هذا المسجد يستغيث بحضراتكم بيت من بيوت ربنا مغلق وغير آمن للصالة فيه وبالتالي السؤال هنا أعمق مش فيك بقى مين مسؤول عن الانتهاء من المزج لا مين مسؤول عن توفية بيت من بيوت ربنا وإن يفاتح أبوابه أمام المصلين هناك كلم عن عملية أصعب تقول للناس إيه اللي بتقول لك المشوار صعب المشوار لسه بدايته صعب المشوار الألف ميل بيبدأ بخط وآه ولكن في الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها تقول لهم إيه لو رجعنا للتاريخ الإسلام تلاقي أول سنوات في الإسلام كانت صعبة جدا المرحلة المكية وتعذيب الصحابة والهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة وهجرة الصحابة إلى المدينة المنورة والحروب اللي تمت في بداية الإسلام ولذلك الله عز وجل يقول لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني كل المرحلة اللي قبل فتح مكة كانت مرحلة شدة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان السابقون الأولون لهم الأفضل والسابق الأكتر لأنهم اللي بدأت في البداية وخدل الصعوبة ليه؟ هو ده الإنسان اللي عنده إيمان ويقين وبعد نظر فدايما يحب يعني إيده تتحط في أول حاجة في الوقت الصعب أنا دايما بنشوف المساجد لما المسجد يتهد ويبتدي يتبنى حتى الناس المحيطة الناس اللي بتبقى رايحة وجاية على الطريق تحب تساعد تحب تساهم إنما هو لسه كده يعني إيه هو لسه مش شايف حاجة قدامه لذلك أول ما نبتدي حفر ونبتدي الأواعد ونبتدي المسجد يبنى بنلاقي فيه زخم بقى وفيه ناس بتساهم لذلك أنا بقول لللي بيتاجر مع الله عز وجل دايما خليك في السابقون الأولون وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون خد الصعوبة خد البداية ليه؟ لأن احنا عندنا الأعمال الخيرية دي عاملة زي السلسلة اللي حط حجر الأساس أي حد بيجي يضيف عليه بياخد حسناته وحسنات اللي جاي يضيف عليه يعني هنا بقى التوقف عند يعني مصطلح أو عبارة التجارة مع الله والاستثمار مع الله وقلت كمان أبجادية استثمار تكون إزاي والأجندة النجحة يعني أستثمر مع ربنا وهتاجر معاه وفي نفس الوقت في البدايات مش في نهاية يعني من قبل من مشروع يظهر ويبان لأ مش في التفنية زي ما بيقوله لأ في البدايات هتحمل مسؤولية كبرى أكتر وفي حاجة تانية هو طبعا الإنسان من أول ما بيتصدق بالصدقة الله عز وجل يقبل هذه الصدقة في واحد تصدق قبل واحد بسنة السنة اللي تصدق فيها دي أجرها قد إيه هل السنة لما تصدق والأواعد طلعت هل دا كان سبب لما نروح بقى نصور التقرير التاني في أن ناس تانية اتبرعت مش هو الدال ياخد ثوابه ياخد ثوابه أصلا بإتداء الدال على خير كفاعل كفاعل حاجة تانية بقى مهمة جدا وديرسالة لكل حد لو أنت واثق أن أنت تيجي في الآخر وتتبرع استنى آه لو واثق أن الحياة تنتد بيك يعني ينتد أو يبقى معك المال ما هو الإنسان الأول ما يجي يفكر في الطاعة يجيله لإيه الشيطان المدارس الدروس مش عارف إيه ومع أن الله عز وجل يبارك ويرزق من حيث لا يحتسب الإنسان ولا يلقي بالا يعني فيه أبواب كده بتفتح لا تخطيطك ولا ترتيبك ولا مرتبك ولا جمعياتك ولا أي حاجة ترسم لها هو ده لا ده جاي منين من حيث لا يحتسب من خارج حسابات الإنسان وتوقعات الإنسان تمام طب أنا أخيرا نتكلم برضو عن يعني مستحب أسمعه دايماً فكرة تطهير المال وأن المال محتاج مش معناه أن أنت تجري مخدرات ولا مرتاش بالضرورة عشان تدور على تطهير المال ولكن يعني فكرة أن أنا بطهر مالي وبناء المساجد وإعمار بيوت ربنا ده أحد وسائل تطهير المال مع فكرة كمان أن ربما لو أنا ما قدش بصلي أو ما قدش بتابع الصلاة يعني ومتعود عليها من زمان ربما المساهمة في مثل هذه المساجد يعني عوض تقصيري في الصلاة وفي الفراد اللي أنا ملتزمتش بيها خيطة كلام ده ايه؟ هو ربنا اللي قال لنا كده في الكرآن خذ من أموالهم صادقة تطهيرهم وتزكيهم بها وكلمة زكاة أصلا من معناها النماء والزيادة ومن معناها برضو الطهر والنقاء من الجمال أن الإنسان وهو بيروح يعني يتبرع بهذا المال هو المال ده في الأساس مال مين؟ ربنا كل مال الله عز وجل مفيش حد فينا عنده يقين بنسبة 100% أنه فلوسه كلها ما فيها الشبه وده بإحنا بنقوله للناس على الدوام واحد يقول لك أنا مرتبي وشغلتي هل أنت عدد ساعات العامل كلها موجود مفيش يوم روحت كده ولا روحت كده فدايما إحنا محتاجين نطهر أنفسنا باستمرار نطهر هذا المال ده رقم واحد ده رقم اتنين فهو مش بس تطهير هو استثمار مع الله سبحانه وتعالى يعني زي ما حد رأيك قلت في واحد قصر في صلاته امرأة قصرت في صلاتها سينه دلوقتي 60 سنة قاعد 20 سنة 30 سنة من حتى ما بيصليش ما يقدرش دلوقتي ولا صحته ولا الوقت ولا الزروف تسمح إنه يعوض يقول له اذهب إلى المسجد فربما أخد السواب اللي حاخده من يفسه بتصلي ده أكيد هيعوض فكرة يعني دي برضو رسالة للناس المقصرة أو اللي كانت مقصرة في أداء الفريضة وما كانتش بتصلي من فترة شبابها يعني أنا بقول ربما لا المولانا بيأكد المعلومة دي لو استهمت في بناء هذه المساجد وعمار بيقول ربنا هتعوض فترة اللي انت مكنش بتصلي فيها صح الكلام كده؟ نفهم صح ده تعوض وأكثر من ذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول انظروا هل عبدي من تطوع هو كان بيصلي صلوات تطوع أخرى والمعلوم أن الإنسان الذي ساهم في بناء المسجد له أجر كل من صلى في المسجد كل أذان يرفع ياخد حسناته كل صلاة تقام ياخد حسناته كل وضوء يغسل ذنوبه وسيئاته فالمسجد مكان ولذلك احنا بنكرر جملة دايما ويارد الناس تحفظها وتنشرها وهي ساهم في المسجد ولو مرة واحدة في حياتك ساهم في المسجد ولو مرة واحدة في حياتك وأنا بقول يا رب اجعل كل هذه المساجد في ميزان حسنات الدكتور عبدون آمين يا رب وفي ميزان حسناتي ميزان حسنات الشيخ عيد ميزان حسنات الدكتور محمد محفوظ وفي كل من يقف خلف هذه الكاميرات وفي كل من يساعد ولو بكلمة الشيخ وليد والشيخ أحمد سمير كان موجود معنا وكل من تكلم سواء هنا أو في غير هذا المكان بنية صادقة خالصة نسأل الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته وأن يكتب له بيت في الجنة وكل من يشاهدنا الآن وينوي أن يتبرع للمسجد نسأل الله أن يكتبه من المتبرعين وأن ييسر له المساهمة وأن يكتب له بيت في الجنة وأن يغفر ذنبه ويشرح صدره ويرفع درجته هي خير كتير وإحنا بنقول للناس لا تتأخر ولا تسوف ولو أنت ضامن أن تعيش سنوات استنى لو أنت ضامن أن يكون معك فلوس استنى ولكن الأيام دول والإنسان مش عارف إيه اللي ممكن يحصل بكرة فإحنا بنقول يا رب يسر إن شاء الله الموضوع هو صعب ولكن ليس مستحيل وفي القريب العجل إن شاء الله هنشوف مسجد الفتح وهو بيوبنا بإذن الله آمين يا رب يعني ده ما نحن نتكلم على يعني مساجد محتاجة عمية حدوة تجديد مساجد محتاجة استكماله ولكن أيضا ممكن كتير مننا ما يتخيلش إن إحنا لسه في بيوت النهارده في ماش مية يعني الناس متصورة عادي جدا هتفتح نحن تلقى مية ده شيء طبيعي يعني أقول لك إحنا في 2023 ودخين على 2024 معقول يا جماعة في بيوت أو في قرى أو في أماكن محتاجة مية آه لغاية النهارده في أماكن الأكثر فقرة الأكثر احتياجا محتاجين وصلات مياه نظيفة اللي إحنا الحمد لله يا ربنا كلمنا بيها ومعتبرينها شيء عادي وطبيعي هنروح للتقرير هنشوف بعض الأماكن الأكثر احتياجا لنقطة مياه نظيفة أنتو متخايدين بيتكبدوا مشقة الذهاب والعودة علشان كبارة مياه نظيفة اللي هي الطبيعة مش هكون نظيفة إذا ما جيتش جاية في مواسير العادية لوصلات المياه هنروح سريعا للتقرير ورجعين من كمين عشان نعرف دورنا إحنا في اللي بيحصل ده إيه ثوابه عند ربنا إيه ولكن بعد التقرير تقدر ديننا هو دين التعاون ودين الرحمة ودين رحمة الخلق جميعا حينما ننظر إلى هذا الواقع واقع معيشة الناس هذه المعيشة التي نراها وهذه البيوت التي نراها من حولنا نجدهم يحتاجون إلى أبسط مقاومات الحياة وإلى أبسط الأسس التي يقوم عليها بنيان الإنسان لا نقول لفعال الخير والذين يريدون وجه الله أن يفعلوا الأمور الصعبة ببناء البيوت وبصقف البيوت إلى آخره ولكن أسهل الأمور وأول الأمور هو ما يقوم عليه بنيان الإنسان وهو سقي الماء كما أمرنا ديننا وكما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من المكان الذي نقف فيه ندخل الآن إلى حالة من هذه الحالات الإنسانية التي يعني يشعر بها كل مؤمن يغار على دينه ويغار على أعراض المسلمين وحياة المسلمين بقى لست سنين لم يكن لديه مياه وقعدني وعيالي والله يصلحوا الأساس ياتي عرفني في جمعية عمر بن عبد العزيز يجبوا لي سباك وعملوا لي سباكة جوه وعادينا ندخلوا المياه ولكن نقص عداد المياه وعايزين عداد المياه وبذوقوا بالعربانة أما تعيبت وعملت عملية وزقيتانو في العربانة جاب هالي تاني وما بقدرش أشتال حاجة من دماغي عشان الدماغي يكشف على الأشاعة وعند الدوراء أنا بقى لك عشر سنين ساكنة هنا وزا ما انتم شايفون الوضع ما فيش مياه نروح للجيرانو النهاردة نقول لهم يملولنا مرة يملولنا ومرة لا وفي مقتراب تيجي هنا بنملي من نهج الجيركن بثلاثة جنيه وما فيش يعني الموضوع بصعوبة هنا وزا ما انتم شايفين الوضع تواصلنا بالأستاذ زياسر وادنا للجمعية الخيرية بتاعت عمر ابن عبد العزيز وتواصلوا معي هنا وجولي وركبوا لي مواسير وقالوا لي إن شاء الله هنركبلك مياه وزا ما انتم شايفين يعني الوضع وكده ومعايا جزء أطوال والموضوع صعب علينا وزا ما انتم شايفينه الوضع اشكرهم كده ربني اتعيدهم يا رب هم وكل نفس الوضع انا من يوم ما تخلط المياه عادت باملم البيت عندي وبشرب وبعمل بيها انا فيها بصاحب الجب بس انبق غنيان اللي انا وراح عندي الجيلان وراح عندي اي حد في الدنيا اشكرهم اللي اتدخلوهم من اللي اتدخلوهم انا جهان محمد مطل من شاة عبد الرحمن كانت بعاني من المياه وكانت بروح اشحط مياه من الجيران واحد يجيب لي مرة ومتاني ما يجيب ليش واشكر الاستاذ ياسر ابوشحاتي اكلمته انه اتواصل مع جمعية بتاع عمر عبد العزيز ووصلوا له المياه جزاء مالله كل خير موسيقى بقالي ساني اللي قاتة ما عندش مياه وراح ايجيب من الجيران وبنتكسب منهم وكده ويقول لها كان عشان المياه ومشكله وكده وعاوزي الحد بس يعني ايه وصلهم من المياه وكده وبنشكر الجمعية وعوه عمر عبد العزيز ركبت لينا السباكة وجوه لنا خزان بنشكرهم يعني ووقفانا على المياه موسيقى 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 يعني اللي ده شوية في التقرير يعني يبقى فونتها الحزن لان حتى لون المياه اللي اهلينا بينقلوها زي ما انتم شايفينها زي يكون يعني قريبة من لون الشاي ما هواش يعني مياه نظيفة اللي طبعا عبر وسائل النقل والجراكن والطريقة النقل دي اللي فيها صعوبة حتى الستات مش قادرين يشيلوا المياه اللي مريضة واللي عندها عاية واللي بينقلوا المياه علشان يشربوا منه في النهاية انا بشكر كل السادة المشاهدين والمساهمين والجامعية اللي فعلا بتوفر مياه نظيفة لاهلينا في القرى والنجوع والناطق الاكثر فقرا انا مش عارف لغاية النهاردة احنا بنتكلم في اساسيات لابد انها تكون متوفرة لحضراتكم وبالتالي احنا محتاجين جدا نوفر نقطة مياه نظيفة اللي هي اساس الحياة ماينفعش الناس تعيش بغير مياه ماينفعش بيوت تعمر بغير مياه الست بتقول في التقرير بقالها عشر سنين من غير مياه بقالهم ست سنين من غير مياه وبالتالي بشكر حضراتكم وكل المنساهم وساعد جماعة عمر بن عبد العزيز في توصيل هذه الوصلات لأهلين وكمان العداد الجماعية كمان بتقوم بتوفيره للناس لهم غلابة ناس لا احنا بنوفر لهم يعني كمان المواسير بس لا كمان معهم العداد طب اهمية المياه في حياتنا ودنا اللي ده ايه عن المياه والثواب اللي ده يعود علينا لو وفرنا مياه نظيفة لأهلين اللي موجودين في التقرير وامثالهم كتير محتاجين مياه وانا بس عاوز الفة انتباهي السادة المشاهدين وانا يمكن نزلت الاماكن دي مرات عديدة وإحنا دخلين بقى على فصل الشتاء ففي مرة كنا موجودين في الشتاء وشايفين الستات وهي جايبة الجراكن والجرادل الجردل طبعا الجركن بيبقى مأفول الجردل بيبقى مفتوح والجو شديد البرودة والأرض مزحلقة والناس دي احيانا بتبقى فيه ناس ماشية حافية على الأرض والمية بتدلدق وتنزل على لبسهم والجو سقعة تلج فإحنا بنتكلم في معاناة في الصيف الناس بتبقى ماشية في السقعة اثنين والضهر راحين مشوار اثنين كيلو متر على رجليهم علشان يملوا مية ورجعين وفي الشتاء في الوضع الصعب ده جسمهم مبلول مية ومشيين وهم أصلا فكرة ان هي ترجع البيت بقى تلاقي طاقم تاني تغيروا ده قصة تانية أطفال صغيرين أعزكم الله بركبين فوق حمار كده ومشيين فالقصة ليست قصة بس مية بوصلها للبيت قصة ان انا تلت اليوم بتاع الناس دول رايح في المية بس انه يروح يملى مية سواء كانت الست او اولادها او زوجها هم عندهم معاناة معاناة شديدة جدا لكن لازم نقول السواب بقى السواب من يساهم في تغفير المية ده في النهاية تقول ايه تشوف ربنا يقول واجعلنا من الماء كل شيء حي نعم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع الناس دي عايشين أحيا بسببك ايه هم عايشين أحيا بسببك تخيل هذا الامر فقط رقم اثنين سريعا بشنا الوقت الاسف مخرج عما تسرب اه رقم اثنين ان وصلة المية تورث اه يعني احنا دلوقتي ما شفناش بيت دخله مية مسلا من مية سنة وجاء قالولك لا اذا المية دي لازم يدخله مية جديدة لا بتتورث وبتتنقل مرة تانية فانت بتعمل صدقة جارية ممتدة الى ما شاء الله يعني انا يعني بهذا الكلام المهم جدا جدا واهمية المساهمة في المية المساهمة بتتورث والسواب بتتورث بشكر حضراتكم وكل من ساهم في توصيل هذه الوصلات بشكر فليل الشيخ عبدالأزادي بن العلمان الأصل الشريف بشكري جدا مولانا بشكر حلقتنا النهاردة بتمنى يا رب نكون ايجابيين وشرجعنا حضراتكم في المساهمة في سواء في حلوة تجديد المساهمة او استكمال او المشاركة في توصيل المياه النظيفة العادة بكرة ان شاء الله في الحلقة النهاردة تلع عشرة والنصف من ساوها الغد أسابكم بكرة ان شاء الله في الرابع مع الزميل عزيزي المحمد محفوظ تحياتي أنا أحمد عبدالع لك